اشتركوا في القناة عيش وما فكر باللي رح بيصير لا فكر كيف وين وحتى لش عيشي وحدي والعمر قصير دنيف نياني ومنى حرزاني نحزن ونعاني والفرح بالقيد دنيف نياني ومنى حرزاني نحزن ونعاني والفرح بالقيد يلا بيتو خليني وصلك على بيتك يلا لا خالت بيتو رح تجي وتاخدني بعد شوي متأكد؟ طيب مسيك هذا كارتي اتصل فيني فورا اذا احتجتني اتفقنا؟ اسمع يلا يا اخي هات ايدك بقى هات يلا زوجة اذا؟ لا لا شيكرا هات هات اسمع اصلاح 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 باي اللي حبيبي انت حبيته مو؟ يا خالتي هذا أحسن أخ بالدنيا كله لأنه هو دار باله علي كتير ولكنه هو جب لي شوكولات كمان طيبة ما؟ بس هيلأ لي شوكولات؟ بيتو بحب الشوكولات تحيل أنه صير مفاجأة لبيتو كتير كبيرة وتخلي هالشاب يرجع له ويشوفه دائما بيتو رح ينبسط مو؟ هلشي هلشي ممكن يصير حالتي بيتو أكيد رح ينبسط كتير اي رح ينبسط كتير بيتو نجاح 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 ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك أختي عن جد ما عم صدق نجاح ما عم صدق لك رح تنخط بي بعد ثلاث ايام صدقيني هاد لي رح يصير عن جد يعني عن قريب كتير رح تصيري مرتلة كبير ألف مبروك أختي أنت بنت كتير زكية لدرجة أنه خليتي يطلب إيدك حلو تعرفوا عن جد كتير كنت خايفة هنيك لأنه عمي عصب والدهيق وقت كبير ما رجع على البيت بس كبير ليش ما إجه وين بيكون راح يعني؟ شباك بيكون بيشغله نجاح ما ضل غير ثلاث ايام لخطبتك يا ربي في عنا كتير شغل أول شي فستانك وفي بنت الحنة ولازم نحجز الصالة وبدنا نتصل بالطباخ وقوائم المعازين بيان لساتك هون يلا طلع لوحة شغلك يلا وانتي سمعيني ارتاحي من اليوم لك رح تنخطبي بعد ثلاث ايام ولازم تطلعي كتير حلوة لازم احجز الصالة وكما في وجدان بس 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 بقى ما في داعي تعملي كل هالشغلات هاي لانه انا بكفيني انه نعمل حفلة صغيرة مستحيل اختي الغالية رح تنخطي وانا رح اعمل لها حفلة كتير كبيرة اختي هاي الصورة لكبير خطيبته رح يحتفلوا بخطبتهم قريبا شو عم تقرى بيان وجدان هاي الرسالة مشان الشغل اي مو معقول هادا اليوم كتير حلو نجاح رح تنخطيب وانت ايجاك شغل مو تماما وجدان برد مو شو عم تعملي وجدان مو خلاص وجدان مو لك طيب ايه ايه طيب ماشي خبرني شو بيصير معك ماشي استنى ايه مظبوط ونحن عملنا هالشي اخي حكيت مسؤول الصالة وكمان حجزت كتير مني اخي وانا حكيت مع الطباخ كمان ايه مارت اخي رجاء نبدي قوائم الاكل لانه الطباخ بكرة جايه ماشي كتير منيح يا جماعة انا وسيمة هلأ كتبنا قائمة المعزيم اه رجاء نتعوشوف ولا نتأكد اذا نحن نسينا حدا مشان نرجع نضيف اسمه لحظة شوي جاي اشوفها هدية لستي وهدية لكبير لمين كمان بدنا نجيب هدية؟ بيان ايجاك عرض شغل من شركة مرتبة فاهمني ليش عم ترفضه؟ لا بابا العرض انبعاد لزوج العامل الاجتماعي وجدان كراك بالذات هن ما همون خبرتي فانا مستحيل ارضى بهذا الشغل لانه هيك ما برتاح يعني هنن بس قبلوني بهذا الشغل لانه انا زوجها لو جدان وبالنهاية هي العامل الاجتماعي وهي لنصحتهم فيني ابني بيان يا ترا فيك تقلي وين المشكلة؟ اذا مرتك نصحتهم فيك انت؟ بعدين من امتى صار غلط انه المرأة تساعد زوجها لايبنوا حياتهم؟ لا عمي ما في اي شي غلط بالعكس وجدان عملت واجبة معي وبصراحة القصة انه انا ما بعرف شو هو الشي اللي بناسبهم وهالشي ما بيعني انه انا ما لي فخور بوجدان او اني ما بدي رد عليها القصة بدي حقق نجاحي لحالي وبالجهود اللي رح اعملها شو رأيكم؟ وانا بتوقع انه ما في شي غلط بياللي عم ساوي شو وجدان مو مزبوط؟ بس ابني الشغل كتير منيح صح؟ ما بهمني هاد الشي بس هي اول مرة بينعرض علي هيك نوع مهم من الشغل وبدون ما يسألوني اي شي عن مؤهلاتي او بخصوص خبراتي هنن بس كانوا عم يمدحوا بوجدان كتير لكن انا بدي احكي شي مهم وضروري انا شخص طموح وبحب اني اظهر بمؤهلاتي وبخبراتي وانا بدي اثبت وجود وحابب اني اثبته لحالي وبجهودي الخاصة كمان يا ابني نحنا ما شكينا فيك وبشغلك او بخبرتك ابدا يا ابني وكمان فيك تثبت هذا الشي لما تستلم شغلك الجديد مو؟ انا رح اثبته يا عمي بس لما اخد شغل عطلة الي بسبب بسبب قدراتي وخبراتي ومؤهلاتي انا بس بدي منكن كلاياتكن خدمة صغيرة رجاء بس وسقوا فيني لو سمحتوا لانه برا العالم الغريبة مستحيل ان توسق فيني متلكم عيلتي اذا شكت بقدراتي فهالشي رح يأثر عليه وما رح يخليني مرتاح هو واذا غلطت عطوني نصايح فوقت اكيد نحنا سيقتنا فيك كبيرة بيان ورح ندعمك بكل شي رح تطلبه ما رح نتركك بس عطوني شوية وقت يا وجدان وانا رح ارجع وقف ع رجلي ورح تشوفه بيان ما في اي حدا فينا عم يشكيك بقدراتك تعرف شو بيان؟ انا دائما كنتقول لدوله انه بس يكبار بدي يصير متل بيان بالضبط ايه ابني ابننا المهندس بيان رح يجي يهم ويرفع راس عيلته انا واثقة فيك تماما هالكلام صح شو مرت ايه ابني كل الناس فيهم يمشوا بالطرقات السهلة والكل فيهم يصيروا ناشحين بس انا واثقة كتير انه ابني الغالي بيان اكيد رح يخلي الطرقات الصعبة تصير سهلة مو هيك؟ انا معلي فهمان ليش هيك بيان رفض هيك شغل منيح بهالشركة هي ما في سبب مقنع عنيد هالولد عن جد عنيد ايه؟ هالولد طالع لعمه ما نو مستعد ابدا انه يخلي شخص ناجح متل كبير يصير صهره انا وافقت على خطبتهم شو لسه بديك كمان؟ بس هالشي مو بالحكي لازم نسبته بالفعل كمان صح؟ يعني نحنا صار معنا كتير مشاكل وحزن بالفترة يلي مرت لهيك بدي العرس يكون كتير كبير ويفرح وفيه كل العالم ولازم يكون فيه كمان رأس وغني ومسح وضحك وكتير فراح مهيك زماء ايه مظبوط معك حق بي اللي حكيته نحنا لازمنا شي فرحة بها العيلة يعني لازم نبلش بتحضيرات الخطبة فورا شو؟ الأزرق ولا الزهر؟ بيع؟ أيها إلبيس؟ الأزرق ولا الزهر؟ استنى، لازم تلبس الأزرق، بالزهر رح تطلعي مثل العروس، وأنا ما برضى حاضر يا أخوة للعروس الغالي، أنا ما رح ألبس الزهر يا ربي، ساعد بيان إنه يلاقي شغل بسرعة، أنا ما فينا اتحمل شوفه زعلان هيك بيان؟ نسيت قللك شي مهم كتير ايه قولي؟ عمي بالضياك تنزل، خلينا نروح طيب ماشي، خلص، روحي، وأنا بالحقك كتير حلو في مقابلات عمل على الموقع، كتير منيح، راح أبعد طلب هلا ايه ايه؟ الكل جاهز هون؟ ايه ايه، جاهزين حاولوا ما تغلطوا أبدا خد هاي الرسالة يجد إلك لإلي؟ أبي من مين هاي الرسالة؟ وقام ده وصلت؟ هاي، لبيان كراك، المهندس المؤهل في دعوة مقابلة، جاي بإسمك من هالرسالة اوه، هالشركة معروفة، وهذا طلب لروح أعمل مقابلة بس أنا ما قدمت عليها أرجعنا يا أبني، هالطلب مقابلة مو هيك؟ شبك؟ إجتك هيك فرصة عمل جديدة وبهالشركة ومو مصدق؟ لساتك عم تشكك بالموضوع حاول تفهم ابني بيعان ابني، لا تضيع وقت كتير روح، يلا روح فوراً أنا مو قلت لك تروح، روح طيب، ايه ماشي؟ رح جهز حالي هلا، أنت عم تعمل الصح، روح تماماً بس، وجدان كتير خايفة، بل كيه صار شي مشكلة؟ يعني إذا بيعان قدر يعرف إنه نحنا كنا وراها التمثيلية ما تعملها؟ ما تاكلي همشي أبداً أنا ليكني، وكله مسؤوليتي بس ايه، بعتذر، ما رح أقدر ساعدكم بشغل البيت اليوم لك لا، هالقصص نحنا منساويهم، نحنا هون، وانتي هلأ روح يشوفي شغلك بنتي، روحي فوراً ايه؟ روحي يا أخي، لو سمحت، بس وين هي الشركة؟ غرين إيرث، قال هون، شو غرين إيرث؟ هيك مكتوب لا يا أستاذ، أبداً ما في شي هون بهالاسم هاد طيب، بسأل غيرك، شكراً أستاذ، أنا صلي بشتغل بهالمكان هاد خمس سنين، ما في أي شركة أو مكتب بهالمكان اسمهن هيك أبداً يا أستاذ، أبداً، فيك تقول لي وين هالعنوان هاد؟ انت شايف هديك الحديقة؟ ايه؟ الجنب الثاني منا، في هنيك بناء كبير، عنده تماماً على الجنب الثاني؟ ايه؟ ايه؟ شكراً أهلاً وجدان؟ شبك، ليه جيتي؟ المقابلة تبعي رح تصير هون؟ في مقابلة هون، وهي المقابلة كتير مهمة وضرورية واسمها مفاجأة بيان كراك، بتخليك ترويق كتير وكمان تهدى هاي المقابلة مشان هالشي؟ تعرفي شو هاد يا وجدان؟ هالشي اللي عملتيه معي، مسحة كتير بايخة لك أنا كتير ياقس مشان وظيفتي، بس، انت ولا هامك انا متأكد، كل العائلة جزء من هاي المسحة السخيفة كل العالم عم تضحك علي، وحتى، حتى عائلتي اللي بحبها انت عن جد بتفكر هيك؟ انو نحنا منفكر فيك بهي الطريقة؟ انت صاير كتير متوتر بهي الفترة ونحنا بس كان بدنا ياك ترويق شوي، مو أكتر ماما، بابا، تفضلوا نجاح؟ انت هلا عم تعملي لقاح تضيوف كبيرة، بس بتنسي اختك الوحيدة هيك معقول؟ هالشي ما بيصير حبيبتي وانت كمان انسيتها اشي عظيم بابا، انت عملت الحق علي، وانت بنتي، الليلي انا كيف بدي اقتصر فيها، بصراحة فكرت انه ممكن اتوافقيني الرأي بهالموضوع هيك فجأة وانك تغيري رأيك كمان أرف esfكت وانا احنا ك활حان ضع رأير بعض الى من عمل اي مادام كنتي رح تعملي معي مقابلة شو صار خفتي سيد بيان انا معلي من الناس اللي بيخافوا السؤال هون هو يا ترى جاهز لأسلوبي بالمقابلات اي مادام كراك انا جاهز وتمام انتي جاهزة لننطلق طيب لكان تفضل عود يلا يلا عود عود يلا اختار طيب اكلات طيبة ولا بوزة طيب البوزة دائما بتكون كتير حلوة وباردة كمان بس الاكلات الطيبة بتكون حدة ومنكها بقى هلأ اسمعيني يا مادام كراك باعتقد انه هاي الحياة ماناة حلوة اذا ما كان فيها حد غير هيك بتكون الحياة مملة وبيكون كل الاكل كمان طعمة واحدة وبعدين انتي ما بتفضليها للبوزة مصبوط؟ جواب كتير زكية سيد بيان شكرا يلا نروح شو عم نستنى؟ تعالي نروح وناكل يلا تعالي شبك وجدان انتي لك أخي كتر لي صلصة التمر الهندي شو وجدان عم بتقليلي مي وتكتري صلصات ليش؟ ما بقدر رحضة لأكل منها لحتى أشبع هي كتير طيبة عظيم كلي شكرا مو معقول أنا احترق تمي كيف فيك تاكلها حد هيك؟ ليك أنا أكلت خمسة عشر واحدة شكلي رحفوز أنا خلصت عفوا بدي وحدة ناشفة مو حد لأنه تمي عم يحترق بسرعة شبك انت استسلمت بسرعة طيب أنا اللي فزت بالشرط وانت هو الخسران عنجد هيك لكان طيب هات صحن تاني كيف يعني تفوزي؟ اليوم أنا رحفوز يلا عطيني أنا اليوم يا مدام كراك يلي رحفوز شوفي بكفي بكفي أنا خلصت ما عد فيني أكل عظيم مدام كراك استسلمت أخي عفوا بس في عندك مي؟ وش دهان هايونك عم يدمعه هلا؟ انتي ليش كترتي من هالأكلة إذا إذا كنت مانك قدة؟ نسيت رح نمبسط بأكل البوزة ما هيك؟ إليلي شغلي قبل ما نروح من هون شو رح يطلع لهدية إذا أنا فزت؟ وقتا بيكون فينا نقول نجحت وتجاوزت هالمقابلة متأكدة؟ يعني أصديك إنه فيني أطلب أي شي بعد ما نفوز صح؟ أول شي بس فوز باللعبة هيك لكان ماشي لكان يلا لنشوف ترجمة نانسي قبل ما نفوز يلا جاهز؟ جاهزة؟ يلا جاهزة بيان؟ خلص بس أنا تعبت يعني أنا فزت عليكي؟ أنا خسرت وأنت فزت مثل ما بدك أنا فزت يعني صار فيني استفيد هلأ من جائزتك صح؟ ألو؟ ألو؟ بنتي بي هو؟ شو أخبارك؟ بابا؟ أهلان كيفك؟ بنتي نحنا كلنا مناح أنت قليلي كيف أمورك؟ وضعك أنت وزوجك منيح؟ كل الأمور هون منيحة بابا أنت هلأ قلي شو الأخبار عندك؟ حبيبتي أكبر خبر هون هو أنه أنا خلص وافقت على قرار نجاح أختك رح تنخطب عن قريب نسيت كبير هذا الأسبوع هايك؟ هايك؟ يعني كل شي عم بصير بآخر لحظة؟ أهي بنتي؟ هي ما خبرتني بس رح أعزلها لأني بحبها كتير جايل عندكم بأقرب وقت اي حبيبتي؟ كل آياتنا رح نكون عم نستناكي مع الشي بابا باي مع السلامة بيهو جاي عظيم كتير هذا الشي حلو بطير العقل شي كتير حلو أنا رح رح وخبر سيمة هي سألتني عم بيهو طيب بس دقيقة بابا خير بنتي شكراً إليك بابا شكراً كتير لقلك شكراً عشو بنتي ليش عم تشكريني؟ أنا بعرف يا بابا إنك مو مبسوط بس أنت هلق عم تعمل كل هالشي مش عم سعادتي أنا ما هيك بابا بس ليك بابا احكي بس شو حبيبتي؟ أنا ما رح خيب أملك فيني أبداً يا بابا بكل حياتي نجاح بنتي أنا ماني خايف من هالشي أبداً أنا بصراحة خايف من كبير نفسه لا تخاف من شيء أبداً بابا كل شيء رح يكون منيح إيه وأنا هذا الشيء اللي بدي يا يا نجاح تعرفي حبيبتي أنا 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 رح أعطي لك كبير أغلى أطعم من قلبي يا بنتي إذا إذا صر له شيء أنا وقته وقته بنتي آه تعبت بس فرحت شو هالفكرة الرائعة؟ شكراً يا وجداً أنا اليوم رح أستفيد من الجائزة تبعك على آخر أنا اللي لازم أشكرك أنك عطيتني فرصة لخليك سعيد هيك هلا أنا بس بدي وظيفة منيحة رح يصير هالشيء وعن قريب ووقتها أنا رح أعمل حفلة كبيرة مش عنك تعرفي وجدان؟ هاي الرسالة لمقابلة أنا لازم أكون هناك خلال نص ساعة مو معقول لكن شو ماطر؟ يلا روح فوراً إيه؟ إيه وكمان بس تذكر شغلة إذا كانت المقابلة منيحة لازم تجيب معك حلويات وانت راجع على البيت ماشي؟ شو؟ بدك حلويات؟ طيب رح جبلك حلويات إيه؟ هلأ روحي على البيت وبس أرجع بشوفك؟ موفق شكراً لا اتصل بالبيت وخبره شو القصة أختي؟ ليش عم تبتسمي وفرحاني؟ أنا أجاني اتصال من مقابلة بيان وقالولي إنه هو كان مبسوط عنجاد؟ عرفتي إمتى رح يرجع؟ يعني الصبح بيان كان مزاجه سيء كتير صح وجدان دايقته، بس بتعرف كيف تخليه يفرح كمان أي هذا الشي صح؟ بس، فيني أقول شي؟ لما عرفت إنه وصت فيه بالوظيفة، أنا كمان ما عجبتني هالقصة شو هالزوج اللي بده يشتغل من ورا توصيات مرته ما هيك؟ خلاص سيمة، وجدان بتكون مرته لبيان ما؟ على كله ننسي هالشي، سمعي هالخبر، بيان إجا طلب مش عن مقابلة تشغل عنجاد؟ روحي وخبري كل لي بالبيت، وجدان كمان ناوي، تعمله حفلة كبيرة عنجاد إختي، هات خبر عظيم كتير، تعرفي شو؟ أنا بدي أعمله حفلة، بسكي هاي أنا عنجاد بدي أعتذر منك، لأنه نحنا لازم نوقف المقابلة فورا أنا لازم استشير المدير قبل لأنه أنت كمان رح تكون عم تشتغل عنده، لهيك بعتذر مرة تانية طيب، طيب ماشي طيب، 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 ط هذا هو التغيير الجديد بالقصة أنا لازم روح وخبر إختي فوراً شو هذا اللي عم يصير؟ معقول الدنيا شو صغيرة؟ لكن ماما نحن نسينا الخلاخة الهنيك؟ إيه صح؟ رح روح جيبهم أعطيني أم لك شو ما لك شايف قدامك؟ كنت راح تموتني نزح؟ ما فيك تتطلع قدامك عم بتوجع وينه موبايلي؟ يا نجاح؟ شو صار حبيبتي؟ ولا شي إمي، في مرة وقعت على الأرض لا تاكلي همي هلأ، رح روح جيب الخلاخة انسيهم هلأ، منجيبهم بكرة خلينا نروح البيت هلأ أحسن خلصنا أمشي أختي، فكري منيح لأنه أنت هيك عم ينضحك عليك وتنغشي كمان تعرفي مين هاي؟ البنتي اللي رح تصير مرته لكبير مين بتكون؟ هاي بنتن لبشاير وضياء لصغيرة الماضي عم ينعاد هلأ وهدول بشاير وعيلتها ومو منصالحنا هالشي أبدا إختي إذا ضليتي تعملي هيك نحنا يمكن نطلع من هذا البيت بعد كم يوم بقى فكري شو تعملي إختي لازم نتصرف بسرعة يا نجاح أنا كتير خايفة لأنه بيان صر له أكتر من ساعة مخلص المقابلة ليش لهلأ ما رجع؟ خلص لا تخافي وجده بيان هلأ بيرجع ورح يكون منيح أكيد بيان رح يزعل كتير هالمرة إذا ما نجح بالتوزيف يا نجاح موسيقى شو القصة؟ ليش كلاياتكن؟ وقفينوا كأنه صاير شي مصيبة عنا؟ موسيقى شو؟ اليوم مرتى طلبت مني جبلة حلويات فتلت الدنيا كرمالة ولقيتلها وليش ما أشتري لها؟ مرتى حبيبتي بدها حلويات خديو وأخيراً أنا صار في عندي وظيفة أخيراً يلا، افتحي تمنك أنجت ابني، كنت بعرف يعني كيف ابني ومعيفوز؟ انت فرحتنا كتير ابني، ألف ألف مبروك إلك لازم تتصل وتخبرني لأنه أنا بعلي نشغل كتير عليك باعتذر منك بس خليني بالأول خبرك أنه الراتب ماهنه كبير كتير على حسب ما يكون شغلي رح يكون حسب التصاميم يلي أنا رح عامله هنن هيك قالوا هيك تمام لأنه شوي شوي راتبك بيزيد بيان هننقبلوني على حسب خبرتي أنا بعرف أنه الراتب مو كتير منيح ولي همك استنى بأول فترة بيكون الشغل مو منيح بعدين بالتدريج بيتحسن أنا بعرف يا وجدان أنت عطول بتفهميني أنا كتير بحبك روحوا تأخرتوا عشغلكون يلا ألو مرحبا وينك غايب ومنبين يا عريس شو وينك من الصبح لاحس ولا خبر سمع بكرة وعك تعمل هيك مع مرتك بس بما أنه أنا ستك بتحمل منك كل هذا الجفائل كان ستي أنا عندي شغل ضروري ولازم روح طيب أجل لبكرة وتعال على بيتنا لا أنا لازم روح هلأ وعباريس شو؟ باريس؟ ستي لا تخافي برجع عن قريب شو عم تحكي يا ابني؟ أنا هون ما فيني قوم بترتيبات خطبتك لحالي بالمرة وبعدين أنا شو بليقول لعيلة نجاح عن هالشغلة اللي طلعت هيك؟ تفكر بي ستك وكل هالتعب اللي بده تتعبوا ابني خلص ستي لو ما كان الشغل ضروري مبروح ماشي؟ يلا أنا مشغول وضروري روحي لا تروق شوية روح ابني باريس؟ ستي 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 خدي هدول تحلي يلا يا نجاح أنا بس بدي إيلك شغلة اي ستي بتقليلي بس بالأول خدي كلي حلو خدي يلا اي وينه كبير؟ بدي طعميه حلو من هان وبدي خبركم كمان شغلة مستحيل تتأجل وينك كبير؟ روحي بنتي كبير؟ 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 رح فوت لجوة شوف كبير؟ كبير؟ كبير مانو بالغرفة هو لوين راح يا ترى؟ ستي حكيلي وين راح؟ أنا جاي هلأ أخبركم خبر كتير حلو أخي بيان لقى وظيفة أخيراً وهو كتير مبسوط مشان هيك جبتلك حلوان وماما بدي تعمل له حفلة شوفي يا ستي ليش ما عم تحكي؟ ابنتي داعي أحطي الحلو هون عادي عادي هون أول شي حبيبتي بدي تباركي بالنيابة عني لبيان بالوظيفة ألف ألف مبروك وأنا بتمنى أنه على طول يظل هيك ناجح أي ستي؟ بس كبير وين راح؟ طولي بارك بنتي رح أخبرك كل شي بوضوح نجاح سمعيني شوي آآ أنتي بتشكي شي بعلاقتك بحفيدي كبير أو بحبكن أو ثقتكم ببعض حتى جاوبيني حبيبتي أنتي عندك أي شك؟ بوسق في لدرجة كبيرة ستي بس خير شو اللي صار؟ بنتي شوفي أنا بعرف أنه أنتي بتصدقي كل يلي بحكي مشان هيك رح أقلك أنه حفيدي الطرق أنه يروح على باريس مشان الشغل إيه؟ شو؟ باريس؟ إيه حبيبتي هو في عنده شغل ضروري هناك بس هو ليش ما خبرني بهالشي؟ لا اتصال ولا رسالة حتى كيف بيروح بدون ما يخبرني؟ لا تخافي حبيبتي رح يرجع بسرعة ووقتها رح يتصل ويشرح لك كل شي صار بس تطلعي فيني إنتي زعلانة ما هيك؟ أنا زعلانة كتير ستي إيه منيح إنك قلت لي ليكي بنتي؟ منها اليوم رايح ياريت ما تخبي عني شي أبداً إيه ستي بس ستي هو كيف بيروح هيك؟ ما كان بيقدر يروح بعد خطبتنا؟ إيه طبعاً مظبوط كلامك كيف لكان ليرجع حسابه عنا؟ ونحن التنتين رح نبهدله لكان كيف هالزكي بيتركنا هيك فجأة وبيروح؟ إنتي فجأة؟ شو قصدك ستي؟ ستي بس قليلي إنتي ما بدك تأجلي موعد خطبتنا ما هيك؟ لا لا بنتي؟ لا؟ طبعاً ما بديك يا حبيبتي لو هالقصة بيدي كانت من اليوم بجيبك على البيت؟ إيه؟ أكيد حبيبتي وخطبتكم رح تكون بنفس اليوم يلي نحنا حددناه بالضبط وبالنسبة لحفيدي رح يرجع وعن قريب ما رح يتأخر ورح يكون هون بموعد الخطبة كمان سمعتيني؟ إيه ستي؟ بس هلأ عم فكر شو بدي يقول له لأبي لما هو يعرف؟ ما بعرف شو أعمل رح يزعل ويمكن يعصب ورح يعيت بعده ويسب على حفيدي وليش لحتى ما يزعل؟ هو معه حق؟ حفيدي غلطان بهي الشغلة ولازم يعرف إنه عم وزعي منه لأنه راح إيه؟ بس حبيبتي أنا متأكدة إنه شغله هذا ضروري وإنه مهمه ما بيتأجل ومشان هي قوي راح بها السرعة هاي وإلا كان أجل اللي يوم تهني انت زكية نجاح وأنا بدي ياكي تتذكري شغلة تهني أعملي حالك زعلاني والأتمر إيه بس يرجع مشان حفيدي يحس بالغلط تبعه ويراضيكي كمان ومشان ما عادي عيده ؟ أه؟ اه؟ ستت أنا لازم روح استني شوي أنا بدي يروح معيك هلأ شكراً ستي وبشكرك اشتركوا في القناة